السلام عليكم من خلقي وبين العباد وكل يسلك طريقا للوصول إلى هذا الهدف المنشود منهم من يلهمه الله الصواب وكثير يبحث عن طرق دنيوية لعله يحصل فيها على المرهوب ولكن هيهات هيهات ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا إلى طرق من سلكها حصل على حب الله ومن تم يوقع له القبول في الأرض فتعالوا أيها الأحب الكرام نبحث عن هذه السبل والوسائل التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من سلكها أيقن بأن الله تعالى سوف يحبه وأيقن بأن الله تعالى سيضع له القبول في الأرض من ذلك ما أخرج الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبه فأحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلان فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض نسأل الله السلامة والعافية هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في جامعه الصحيح والمحور الأساسي يتحدث عن محبة الله للعبد ممكن أن الإنسان العبد يحب الله ولكن السؤال الجوهري هل الله تعالى يحب عبده من خلال هذا الحديث نعلم أن محبة الله جل علاه لعبده هي غاية المنى من حاز حب الله فقد حفظ ووقي وكفي وهدي ربنا عز وجل يحبه كما أنه يحب والله تعالى يحب بعض الأعمال كما أنه يحب في عباده بعض الدوات يحب بعض عباده دوات العباد محبة تليق بجلاله وعظمته طبعا ليست كمحبة المخلوقين والحديث جاء فيه إن الله إذا أحب عبدا هذا الفعل المدارع يدل على التجديد وعلى الاستمرار فما الذي يقع الله عز وجل إذا أحب عبدا إما لعمل صالح قام به وإما لروح نورانية أغدقه بها عليها فإذا أحبه الله تعالى ماذا يفعل الحق عز وجل ينادي في كبير الملائكة وهو جبريل جبريل هو كبير الملائكة عنده ست مئة جنح وهو الذي قال فيه علمه الشديد القوى ذو مرة ربنا ينادي من الأعلى يا جبريل إني أحب فلان ويسميه فلان ابن فلان بأسمائه فأحبه يا جبريل يا إله إلا الله تصوروا أن هذا اللقب ليس من رئيس دولة أو من ملك أو هيئة عالمية لا هذا لقب من ملك الملوك جل العلا فقد صار هذا العبد يسمى حبيب الله العبد الذي يسمى حبيب الله إذا أحبه الله تعالى صار حبيبا له وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلما وجد فرصة إلا وبشر بعض المؤمنين بمثل هذه الكرامات وما أكثرها مرة جاء عند أبي بن كعب وأبي بن كعب كان يهودي كان من علماء بني إسرائيل لكنه تبين له صدق القرآن وتبين له صدق النبي المصطفى فأسلم وحسن إسلامه بل وصار من حفظة كتاب الله تعالى ومن حفظة السنة النبوية الشريفة وهو من كبار أحبار بني إسرائيل يحفظ التوراة والتلمود والمشنة حينما نزلت سورة البينة ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة أبي بن كعب لما سمعها بدأ يبكي فقال يا نبي الله أوسماني لك الله تعالى أو قال لك اقرأ اقرأ سورة البينة على أبي قال بلى ومن فرحة أبي صار يبكي حتى ابتلت لحيته بالدموع ليس هينا أن الله سبحانه وتعالى يناديك باسمك ويأمر ملائكته أو أنبياءه بأن يبلغك السلام أو أن يطلب منهم أن يبلغك بأنه يحبك سبحانه وتعالى فمحبة الله تعالى هي أعظم مراتب المقامات ولما ذكر بأن الله تعالى لما يحبه ينادي في جبريل أن ينادي في أهل السماء أول القبول يبدأ في السماء ليس مهما أن تكون معروفا فوق الأرض لكن الأهم أن تكون معروفا في السماء والسماوات هي السبع الطباق كل السماوات وهي مليئة بالملائكة فالسماء كلها فيها ملائكة الرحمن يستغفرون الله تعالى ويدكرونه عز وجل والنبي الكريم في الإسراء والمعراج أخبر أنه لما جاوز السماء السابعة قال ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا من الملائكة لا يعودون إليه أبدا يطوفون حوله كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم تصوروا فقط في السماء السابعة هناك البيت المعمور سبعون ألفا من الملائكة يطوفون حوله هذا فقط في السماء السابعة أما بقيت السماوات فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أنطأط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله فالملائكة في كل مكان هل تعلم أيها العبد المؤمن إذا أحبك الله عز وجل وناد في جبريل كبير الملائكة وقال له إني أحب فلان فأحبه فينادي جبريل هو الرئيس الأعلى لعالم الملائكة يقول يا أهل السماء وهم بالملايير يقول لهم إن الله يحب فلان فأحبوه تصور أن كل هؤلاء الملائكة يحبونك وماذا تصنع بمحبتهم إن محبة الملائكة معناها أنهم يستغفرون لك أنت غافل عن الاستغفار وهم يستغفرون لك وهم يدعون لك وهم يتنون عليك خيرا في السماء تصور ملائكة نورانيون عددهم لا يعد ولا يحصى كلهم يتنون عليك خيرا ويستغفرون لك ويدعون لك وبعد هذا قال ثم يوضع له القبول في الأرض الله عز وجل يجعل لك قبولا بين الخلق وكل من رأك يحبك وقد أعطى الله تعالى هذا النعيم للكثير من عباده من بينهم نبيه وصفيه الكليم سيدنا موسى عليه السلام كما أخبر في القرآن العظيم وأخبر بني إسرائيل أن ربنا أضفى محبته على نبيه موسى وقال وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني أي جعلته في قلوب الناس محبة لك فكان ابن عباس يفسر هذه الآية ويقول أحبه الله وحببه إلى خلقه تصور أن من المحبة التي أضفاها الله على موسى أن ربنا كلمه تكليما وصار يسمى كليم الله بل إن الله تعالى حببه إلى آسية امرأة فرعون حببه إليها وهي امرأة أكبر طاغية في التاريخ فصار موسى محبوبا عندها بل إن فرعون قبل أن يعيش موسى في بيته بل تبناه وغداه من طعامه وسقاه من شرابه ورباه في قصره وكف عنه شره لماذا لأن الله تعالى أحب موسى فما وصل إليه شر وهكذا انظروا كيف أن الأطفال الصغار ربنا يلقي في قلوب الوالدين الحب حبهم تجد الأبوين لا يهنآن بعيش إلا إذا كان ابنهما على ما يرام هناك من يأيش فقط لأنه يريد أن يرى أبناءه سعداء ناجحين فالحين يتعب بالليل والنهار فقط لكي يسعد برؤية أبنائه يضحكون ويلعبون من الذي ألقى محبة الأبناء في قلوب الأباء إنه الله عز وجل وهكذا ربنا يلقي محبته في قلوب المؤمنين والمؤمنات وقد قال جل علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى ودى يعني محبة في قلوب المؤمنين أحسن طريقة للوصول إلى محبة الله أنك تحقق الإيمان الصادق إن الذين آمنوا الإيمان الصادق ثم تشتهد في العمل الصالح وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى محبة عظيمة هذا الشطر الأول هذا من أحبه الله تعالى أما من كان على خلاف ذلك فإن الله يبغضه إذا أبغضه الله تعالى ناد في جبريل يا جبريل إن فلان أبغضه فأبغضه يا جبريل فيكرعه جبريل ثم يناد في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلان فيبغضه أهل السماء ويدكرونه بالسوء ويدعون عليه بالسوء ثم توضع له البغضاء في الأرض نسأل الله السلام والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احفظنا يا كريم من البغض ومن الكره أيها الأحباب الكرام كيف يمكن أن نصل إلى محبة الله المحبة هي همنا الأكبر نحب الله عز وجل ويحبنا كيف ذلك لا شك أن كل واحد منا أقسى أمنيته أنه ينال حب الله لأنك إذا نلت حب الله حتى ولو ضاع لك كل شيء في الدنيا ضاعت لك الوظيفة وضاع لك المال وضاع لك الأحباب ودفنتهم وضاع لك السمعة حتى ولو أن نسدك ركب السوء واتهموك بالباطل وكل ما يقع لا يهم إذا نلت حب الله لأن محبة الله تعالى هي أعظم شيء في الوجود والإنسان إذا كان محبوبا عند الله تعالى فمدعسه أن يخسر حتى ولو خسر كل ما في الدنيا من أموال ومتاع وحطام إنه رابح لأنه في غبطة وسعادة لا يعدل وسعادة أما الإنسان إذا كان بغيضا لله تبارك وتعالى بغيضا للملائكة بغيضا لأهل الإيمان فمدعساه أن يحصل وكيف يهنأ بطعام أو شراب أو نوم ما دام الله يبغضه نسأل الله السلام والعافية أيها الأحباب لكي نكون عمليين تعالوا بنا ينصح بعضنا بعضا ونسترشد بالطرق الموصلة إلى محبة الله وهي كثيرة أولا أن الإنسان يحرص على التقوى ربنا يقول فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين فالتقوى هي عمل صالح بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين والنبي الكريم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي يعني أنه يستعمل التقوى ولا يتظاهر بها بين الخلق أنه يقوم بغاء لله عز وجل وهي أعظم ما يتواصل بها المتواصل ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقايا أنك تشجهد في الطاعات وتحرص على أن تبتعد عن المعاصي والمنهيات وهذه التقوى خفية لا يعلمها إلا خالقها عز وجل لأنه مطلع على مكنون الضمائر الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام وهو أن الإنسان يشتهد في العبادات وخصوصا في أداء النوافل فنؤدي الصلاوات المفروضة ولكن نقوم بالسنن الرواتب نصوم رمضان ونشهد في صيام التطوع نؤدي الزكاة ونؤدي أيضا الصدق التطوع نؤدي الحج ونعتمر من غير الفريضة كل هذا خير فيه محبة الله قال ربنا عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولإن استعادني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته النوافل أيها الأحب الكرام إياكم أن تضيعوها احرصوا على أداء النوافل لأنها مجلبة لحب الله عز وجل كذلك من الطرق الموصل إلى حب الله عز وجل وهي أن الإنسان يحرص على التوكل على الله يتوكل دائما إذا عمل عملا يحسن التوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين كل عمل تقوم به رغم أنك تتخذ الأسباب والمسببات ولكن احرص على أن تكون متوكل على الله دائما سمي ربك وقل بسم الله توكلنا على الله وانطلق في أي عمل سواء كان عمل بسيط عمل تجاري عمل إداري عمل فلاحي إذا كنت تشتغل في شأن عام أنك تسير مجلس أو تسير برلمان أو تسير حكومة أو تسير دولة لا بد أن تبتدأ بالتوكل على الله وربنا يفتح لك الأبواب وهو قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليدا القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كذلك أيها الأحباب الكرام من الطرق الموصلة إلى محبة الله وهو الصبر أن تكون من الصابرين ربنا عز وجل يقول والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين فربنا وعد الصابرين بوعود عظيمة ووعدهم بجزاء كبير وأجر وفير بل ووعدهم بنهاية سعيدة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله تعالى عبر عن حبه للصابرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما هواهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الصبر فيه نعمة عظيمة ومباركة وكذلك من الأمور التي يحبها الله تعالى الإحسان الإحسان في العمل إن الله يحب المحسنين قال عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الإحسان منزلة علية وهي منزلة تلي الإسلام والإيمان ثم الإحسان والإحسان كما عرفه النبي الكريم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك كل هذه أعمال بر من قام بها فإن الله تعالى يحبه وكل هذه الوصفة هي موجودة في القرآن ربنا يحب الصابرين فقال والله يحب الصابرين ويحب المتقين إن الله يحب المتقين ويحب التوابين المتطهرين ويحب المتوكلين وهكذا هذه كلها أعمال يحبها الله وبالمقابل ربنا يبغض الأعمال السيئة وخصوصا أعمال الفساد إذا كنا قد توسعنا في الأعمال التي يحبها الله عز وجل فلا نريد أن نتوسع في الأعمال التي تجد بغض الله وغضبه ونلخصه في كلمة الفساد وهو القائل والله لا يحب الفساد لا يحبه كل من يفسد في الأرض أو يفسد في علاقات الناس ربنا يبغضه وكذلك ربنا يبغض الخائنين الذي يخون الأمانات إن الله لا يحب الخائنين وكذلك ربنا يبغض الظالمين فقال والله لا يحب الظالمين وأيضا ربنا يبغض المستكبرين فقال إن الله لا يحب المستكبرين هذه كله أوصف من قام بها من أهل الحب صار محبوبا عند الله ومن تجنب أهل البغض والفساد حاز رضا الرحمن عز وجل ربنا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه قال العلماء اللي بغى يحصل على هذا المقام دي المحبة يكتر من هذا الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين وقد نزلت في الأنصار الأنصار هم الصحابة الذين فتحوا ديارهم وقبلوا المسلمين ودخلوا عليهم وأهدوهم كل شيء عن حب وطواعية فصاروا محبوبين حتى إن النبي الكريم كان يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله وقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا مناثق فمن أحبه أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله لماذا ربنا أعطى الأنصار هذه القيمة؟ لأن فيهم الإيمان وفيهم السخاء وفيهم العطاء وفيهم التسامح وكانوا يرددون أهدى الدعاء لما نزل قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فصار دعاؤهم دوما يقولون هذا الكلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين فاللهم يا رب اجعلنا معهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ولا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحباب أكتفي في النهاية بأن أدل على طريق سهل من سلكه حاز حب الله تعالى ودخل عليه من أوسع أبوابه ما هو هذا الأمر وهو اتباع ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم والله غفور الرحيم من يتبع ما جاء به النبي الكريم في السنة المطهرة ينال حب الله لهذا جاء التحذير من مخالفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فحب النبي واتباع سنته وتوقيرها بوابة عظيمة لحب رب العزة جل على لكن ما كل الناس يستطيع أن يطبق السنة كما هي وإن كان هناك اختلاف بين العلماء في مفهوم السنة وفي بعض تجليتها وبعض الناس يشعرون بحرج ما هي السنة الحقيقة هل هي الظاهر أم هي الباطن هل هي الأخلاق الكريمة أم فقط الجلباب والعمامة ومنهم من يتحرج وهناك طريق آخر سهل من سلكه نال حب الله تعالى ما هو وهو حب الصالحين الإنسان يحب الصالحين سيدنا أبا هريرا رضي الله عنه قال يا رسول الله قال أريد أن أكون معك في الجنة قال أعيني أعيني على نفسك بكثرة الصلاة والصيام لما سأله قال لي متى الساعة متى الساعة قال ومدى أعددت لها لا تسأل متى الساعة ولكن اسأل مدى أعددت لها فقال أبو هريرة ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال النبي الكريم والله يبعث العبد مع من أحب فالإنسان يبعث يوم القيام مع من أحب الإنسان يحب الله تعالى ويحب رسوله ويحب الصالحين احرص على أن تخالط الصالحين أينما وجدوا هناك تجمعات يقوم بها الصالحون هنا وهنا وهناك ابحث عنهم وجالسهم حتى ولو كان فيك خلل وكانت فيك سيئات وكانت فيك سلوكات منحرفة مجرد أن تجالس الصالحين ستنال الدرجات العلاء والعلماء وقفوا كثيرا عند كلب أهل الكهف لما تحدث ربنا عن كلب أهل الكهف وذكروا في القرآن في معرض التنزيه والتعظيم والتكريم فقال جلع له ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قالوا هذا الكلب دكر ثمان مرات ودكر بسياق التناء والعزة فما حقيقة هذا الكلب قالوا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين للمحبين من الصالحين والأولياء ابحث عنهم في كل منطقة هناك تجمعات وناس من أهل الخير يجتمعون لا لمصلحة دنيوية لا لتجارة ولا لأموال ولا لطموحات سياسية وإنما يجتمعون لذكر الله ويجتمعون للصلاة على رسول الله احرص على أنك تخالطهم فإنهم يدعون لك بظهر الغيب وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل لأن الإخوة يدعون بعضهم لبعض بالخير وقد جاء في الحديث أن في الجنة حينما يجتمع أهل الإيمان وأهل اليقين فيما بينهم ويتنعمون بذلك النعيم الخالد يتساءلون عن شخص كان معهم في الدنيا أين هو فيخبرون بأن هذا الشخص صار في سواء الجحيم فيقولنا يا ربنا إن الحياة لا تطيب لنا والنعيم لا نسعد به في الجنة إذا كان ذلك الشخص في جواء الجحيم لقد كان معنا في الدنيا يجالسنا ويآكلنا فيشفعون له عند الله تعالى فيخرجه من سواء الجحيم ويلحقه بالمؤمنين رغم أنه لم يعمل صالحا إلا هو كان يحب أهل الإيمان ويحرس على مجالستهم فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يرزقنا حب الله جل على فيا أيها الأحباب الكرام وأعظم مقام من حب الله هناك مقام العاشقين في الله هذا مقام آخر هذا مقام الأولياء والمقربين والمبجنين يسمون العاشقين في الله أنهم من شدة حبهم لله تعالى صاروا لا يسمعون ولا يرون ولا يشعرون ولا يحسون إلا بجلال الله إلا بأنوار الله في كل مكان لو رأوا شجرة قالوا هذا من صنع الله لو رأى نجما أو قمرا في السماء قالوا هذا من إبداع الله لو وضع لهم طعام بين أيديهم قالوا هذا من رزق الله إذا أصابهم بلاء قال هذا من جلال الله لا يرون ولا يسمعون ولا يحسون إلا بنور الله هؤلاء لا يسبون المحبين في الله بل يسمون العاشقين في الله اللهم اجعلنا منهم اللهم احشرنا في زمرتهم قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة